طيب تعالوا بقى نتكلم عن موضوع تاني لطيف جدا بالنسبة لكثير من الناس اللي مهتمة بان هي تكون اعضاء في النادي الاهلي لجنة العضوية برئاسة طبعا سيسترق انديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي استقبلت عدد كبير من كل الراغبين في الحصول على العضوية العامة او عضوية يعني الافرع المختلفة قبل زيادة قيمة العضوية المقرر لها اول ابريل القادم ان شاء الله طبعا فضوء التسهيلات الكبيرة اللي وضعتها اللجنة واللي حصل ان اجرى لسيسترق انديل العديد من المقابلات مع كافة الراغبين في الانضمام الى عائلة الاهلي في ظل التفرق الانشائية الكبيرة الحقيقة سواء مقر الجزيرة او افرع النادي المختلفة مدينة نصر والشيخ زايد وايضا التجمع الخامس وبالمناسبة نال فرع التجمع الخامس النصيب الاجبر من الراغبين في الحصول على العضوية الذي يعد صورة طبق الاصل من فرعي مدينة نصر وايضا الشيخ زايد وطبعا تجتمل المنشآت الرياضية داخل فرع التجمع على ملاعب كرة طائرة ملاعب كرة سلة كرة يد ملاعب خماسي نجيل صناعي وملاعب تانس بالاضافة لوجود مسجد وغيره كتير جدا من الخدمات المهمة اللي اكيد تهم كل الناس اللي ان شاء الله اللي هيكونوا عضاء في هذا الفرع تحديدا من افرع النادي الاهلي المختلف بس اقول لك على حاجة يعني تعقيبا على الخبر ده افاكر وقت انتخابات النوادي كانت من فترة مش طويلة فكنت بروح لعندي صحابي في نوادي كتير وقرايبي في نوادي كتير فكنت بروح احضر اوقات الميتينجز واشوف حاجات زي كده حتى النوادي مش مشتركة فيها يعني فعايز اقول لك الله العظيم يا كريم شهدت حق يعني لما تدخلوا نوادي لها اسم كبير في مصر ولها تاريخ وفي نوادي منها بقالها يعني لا مئات السنين يعني في نوادي بقالهم مية وشوية سنة وعريق جدا ده من النوادي مثلا انا لما دخلت عايز اقول لك وعملن له بقى يعني حاجة اللي هو سيت وبتاع دخلته جوه عايز اقول لحضراتكو حطل لهم كراسي خشب مش مدهون وحاجة مش مريحة خالص الحمامات سيئة الحيطان وكل حاجة عايزة تدهن وده مفروض نادي كبير وتاريخ والناس الاليت قوي هاي اللي بتروح حاجات زي كده فالله العظيم عاد تقول يا ازاي كده يعني المتيجي بقى تقارن معلش بقى تقارن نادي بتاعك النادي اللي انت بتنتمي لي وتشوف قد ايه انت من ساعة مش بس لما بتدخل من جوه بجد انت محيط النادي عندك شوف عامل ازاي تخش بوابة عامل ازاي الخدمات عامل ازاي الاعداد عامل ازاي لا كل ده على فكرة بيحسب ويمكن الفترة الاخيرة والحق يقال وإحنا كنا في عشر الصبح في الاهلي خطوة بخطوة ده بنعرضه التطور بتاع المنشآت والتجديدات والجراجات اللي بتتعامل وغيره وغيره لأ حاجة جد لازم نحنا يعني نفتخر بيها فشغل محترم جدا على الارض وعلى فكرة لسه لسه عندنا افرع لسه بتتم فكل التوفيق ان شاء الله نستحق ده جامهير الاهلي اكيد نستحق ده اشتركوا في القناة